الموافقة على تسجيل هذه اللقاحين أي لقاح لا متطلبات ومعايير دقيقة وبتحديدا دقيقة لهذه اللقاحات الجديدة للقاحات فيروس كورونا الموافقة من قبل الهيئة مرت بثلاث مراحل المرحلة الأولى قام بها فريق الصيدلة الفني في قسم الصيدلة لدى الهيئة بمراجعة الملف المتكامل للقاح الذي قدمته الشركات الملف هذا يحتوي على تفاصيل الدراسات السريرية والنتائج الدراسات الأولية وعملية التصنيع وضوابط المواد المستخدمة في عملية التصنيع يعني كافة ما يتعلق بهذا اللقاح المرحلة الثانية هذه البيانات اللي هي بيانات السلامة والفاعلية ونتائج الدراسات العلمية عرضت على اللجنة العلمية للبحوث السريرية بالهيئة وهي اللجنة مكونة من خبراء وباحثين وأكاديميين وأطباء تم استعراض السلامة والفاعلية عليها المرحلة الثالثة عرضت هذه النتائج على لجنة التطعيمات بوزارة الصحة والمكونة أيضا من استشاريين في مختلف التخصصات والجهات وهذه اللجنة هي المعنية اللي تقترح أن تقر إدخال التطعيم وتقترح الفئات اللي يمكن تاخذ اللقاحات بحسب الأولوية جميع المراحل الثلاث أكد فيها جميع المختصين بأن المعلومات المتوفرة تؤيد الموافقة على إدخال اللقاح وأن نتائج السلامة والفاعلية لللقاحين تسمح بالموافقة على استخدامه